عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لاب فيك كيفما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيه على لقاء سعيد رئيس الجمهورية بوزير الصحة السبق فوزي المهدي وقالوا ننتظروا نتائجة تحقيقة في محاولة اغتيال التونسيين أمز في مراكز التلاقيح والله أمر اختير برشا اختير بالمنجدرة هو ما لازمش نستهزئو به لازم تكون فم جدية في الموضوع لازم تفتح تحقيق رسمي ويعاقب كل طرف منذ يد فيها المسيبة والكيرثة الكبيرة استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر مساء الأربعاء وزير الصحة السبق فوزي المهدي في قصر قرتاج وأبدى رئيس الجمهورية استيئه واستغربه لعملية التعبئة التي شهدتها البرحة ما ركز التلاقيح في أول أيامها المفتوحة وما رفقها من تدافع وتلاحم بين الوافدين وقال رئيس الجمهورية قيس سعيدة أن تحقيقا قد تم فتحه فيما وصفه بمحاولة اغتيال التونسيين وإن شاء الله يا ربي تحقيق هذا يكون جدي ويمشي به بطبيعة مش شك في رئيس الجمهورية عن فيه ثقة عمياء لكن الأطراف اللي يقول لهم نفذوا أول من نفذوش حسبنا الله ونعم الوكيل ما تنسيوش لايك وشتيراك واتفيه للجرس وبي باي